أنا معكم مشاهدين الكرام في حصة قهوة وجرنان ماذا تصدر الجزائر للخارج ما هي المواد التي يمكن أن تعول عليها الجزائر للتصدير إلى الخارج هل التصدير هو مجرد فائض في منتوج معين أم أنها سياسة أو استراتيجية وخطة تتبعها الدولة وتتبعها الحكومة للوصول إلى الهدف والهدف المنشود ماذا يمكن أن تصدر الجزائر للدول الإفريقية وهي في حاجة أو ماذا يمكن الجزائر تستثمر في الدول الإفريقية وهي في أمس الحاجة إلى الاستثمار في الداخل لما نتكلم عن الاستثمار في الخارج هل حقيقة وجدنا أو هيئنا وتم تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في الداخل وتهيئة الظروف مناسبة لمناخ استثماري مناسب في الجزائر اليوم أنا الصديف سيد عبد المالك بن حمادي رئيس المدير العام لمجمع كوندور وسيد مرحبا بك شكرا على قبول الدعم سيد عبد المالك نبدأ النقاش من سؤاله ربما هل الجزاء اليوم في حاجة للاستثمار في الخارج أم الاستثمار في الداخل ما هي الأولوياتنا اليوم أننا نبدأ بتوسيع استثماراتنا في الداخل أم أننا نذهب للبحث عن مجالات استثمارية في الخارج على كل حال قبل ما نبدأ لازم نهني تليفزيون النهار على الإنجاز العظيم شكرا ليصليه يعني بعد حصوله على المرتبة الثانية عالميا في جائزة التلصات هذا مفخرة لنا يعني أولا ما ما سمعت رأني هنيت سيد المدير العام سيانيس رحماني مبروك لنا كل شكرا لك هذا فخر الجزائر برك الله وفيك هو فيما يخص الاستثمار في الحقيقة الجزائر تحتاج الاستثمار اليوم وغدوة وبعد غدوة ولكن كل شي لازم يمشي بع بعضها أحيانا نكونوا مطبريين باش نروحوا نستثمروا في الخارج نحن في المرحلة هذه مثلا نهزوا شركة كما سوناترك صح عندها استثمارات في الجزائر ولكن قد تحتاج باستثمر في دولة كما موريطانيا في دولة كما ليبيا ما لازمش نبقى نغلقوا على رواحنا وغلقنا على رواحنا كثير مدة طاويلة غلقنا على الشباب بتاعنا موش يخرج الشباب بتاعنا اللي من المفروض راها في إفريقيا موش غير في أوروبا عليه يروح للشمال يروح للجنوب كين فرص العمل كين فرص الاستثمار فرص التجارة يعني نقوله خاصة أننا نركز دائما على الشباب باللي كين عالم خارج أوروبا عالم آخر وهو عالم إفريقيا عالم إفريقيا ممكنين ربما يحقق فيه نجاحات خارج أوروبا سيد عبد المالك بن حبادي انت تكلمتلي على سونا طراك وتكلمتلي على سونا القاز هذه المؤسسات ربما الكبرى نقطة مهمة ربما طرحتها وهذه المؤسسات الكبرى في الجزائر اللي تعول عليها لعندها ربما خبرة مثلا ولكن سيد عبد المالك بن حبادي يعني هذه المؤسسات الكبرى وما أدركها سونا طراك وما أدركها من سونا القاز وهذه المؤسسات ممكنهاش أن تستثمر في الخارج لأنها في الجزائر مؤسسة أو أي مصنع يريد أن يربط المصنع تاو أو المنزل بالكهرباء في مرحلة ستة أشهر أو سبعة أشهر عرقيل وبيروقراطية وما إذلك يعني هذه المؤسسات الكبرى مؤسسات الكبرى هي في حاجة إلى هيكلة داخلية والتثبيت أخدامها في الداخل حتى تذهب إلى الخارج يعني ما تشوش بأننا تسرعنا نوعا ما يعني قبل أننا في فوضى يعني في عجلة من أمرنا التسرع ربما قد يفقدنا البوصلة ويفقدنا التركيز لا لا أنا نشوف بالعكسر أنا متأخرين في الحقيقة في المنزل أكثر من تسير يديا كان دايما تحسن والله لي بيس دامي لي وراسيو في جميع المؤسسات مهما تكون حتى ما نسميهاش مؤسسات عالمية دايما تتحسن سونالغاز يعني ما نقدروش ننكره باللي راه يرطى ملايين بيوت بالكهرباء راه يمدخل الغاز تقريبا من السبعين في المئة من الجزائر راه تتنتج في طاقة كبيرة من الكهرباء في كل مكان علاش شوفوا غير الجانب السلبي أنا داي أنا إيجابي نشوف الجانب الإيجابي إذا كان هناك يعني أماكن وين نقدروه تتحسن سونالغاز تتحسن وكما تعرف في الدنيا هذي كاملة وين يكون المونوبول ممكن يكون صحيح فيه بعض العرقيل في بعض البرق رقيق سونالغاز تقدر مثلا تروح دير مصنع باش تختم الغاز بيطان كما كانت تخدمه في الموريطاني في وقت فات تخدمه في المالي وين مكانش الغاز ما وش معناها باللي خلاصة حتى تتخلى على الجزائر ولكن هذي باش نكتسبه تجرب ممكن دخول الأسواق الأجنبية والتنافسية اللي فيها مشاكل وفيها تمنافسة التعاونها باش تحسن من الأدان تاحها وسيد فيها واسمه عبد الملك سلال كان دعاكم إلى الاستثمار في مجال الكهرباء وموليدات الكهربية صح يعني في الحقيقة كان البارحة يعني دولة سيد الوزير الأول زارنا وتكلمنا عنه يعني دقائق درداشة درداشة خفيفة يعني للطاقة الشمسية وكان توجه الجزائر باش تمشي للطاقة الشمسية وانا نحسوا باللي كان يعني يعني نوعين ديناميك ديناميكية جديدة باش نروحوا بقوة لانتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سيد عبد الملك بن حمادي ندخل إلى الاستثمار في إفريقيا الجزائر والاستثمار في إفريقيا هل حقيقة أن الجزائر يمكنها أن تستثمر في إفريقيا وأنت تعرف سيد عبد الملك حمادي وأنتم كشركة كوندور رائدة أو على الأقل من الشركات الأولى التي بادرت الاستثمار في هذا في العمق الإفريقي هل حقيقة أن الجزائر يمكنها أن تستثمر في إفريقيا وأنت تعرف أن إفريقيا لم تعود إفريقيا زمان يعني إفريقيا لم تعود إفريقيا الحروب الأهلية وإفريقيا المجاعات وإفريقيا الفقر اليوم دول إفريقيا في ديناميكية في حركية في تطور هل يوم من الجزيار يمكن أن تستثمر في إفريقيا طبيعة الحالة في المالحالة هذه لازم نتكلم على ربط علاقات تجارية مع إفريقيا مزدنا ما تخلناش الازديت مار نستثمره في الأسواق الإفريقية مزدنا من جامسين هذا ما ينفي ما ينفيش ما يمنعش بارك الله فيك ما يمنعش باش ممكن غدوة كوندور تحتاج باش تدير في دولة من الدول دولة الشركة موريطانية يعني والله مالي والله نيجل والله أخير إفريقيا اليوم يعني ممشيش كله مع بعضها كنا عرفوا إفريقيا الجنوبية باللي دولة متقدمة ومتطورة والله تقدر تكون في طريقهم كان سنفخر من الدول الإفريقية اللي يوصل اللي راه في طريق النمو في إفريقيا الشرقية مثلا هزوة كينيا غانا البينا يعني راه يتمشي وكان للأسف بعض الدول اللي مزال تخصى تنسيب سعاريان اللي مزال فيها الملموش كل الأمني صحح والعياد وبالله تعالى كيمال نيجر كيمال مالي كيمال تشاد مزال خاوتنا ثاني في موريطانيا لأسباب مختلفة ما نمشيوش ما أخذوش القطار يعني مع الدول الأخرى ولكن حنا لازمنا نخمل المستقبل ومعنا نشب نروح أفريقيا هذه القارة تاعنا وهذه بلادنا نقدرون نقول لازمنا نمشيو معها اللي يضرها يضرنا وما بقى شيء أفريقيا ما نشب نتأخرين سيد عبد الملك بحمادي وكأننا في 2016 اكتشفنا بأن الجزائر تمتمي القارة الإفريقية في السابق كنا نظنوا أننا أوروبيين وأننا يعني ما نشب القارة الإفريقية لا وش نقول لك نجام متروطار كم يقولوا لكل حال نحن بدينا على كل حال إن شاء الله نكونوا قدوة حسنة لشركات الأخرى مهما تكون نشاط التاح حتى ولا وتكون من المنافسة نكونوا قدوة من جنب يعني من موحاولة هم يقول لك الكائن مشاكل فيه فريقيا مشاكلنا نقول كائن فورص كائن فورص اللي ممكن نستغلها المشاكل الخلقها ربي باش تتحل ونحلوا المشاكل ونتعلموا ونشوفوا تكون عندنا نظرة نظرة يعني واسعة دول أخرى سبقتنا سيد عبد المالك الحماتي كائن دول سبقتنا جوار يعني وسبقتنا وراهي مطورة ومشاكلة مليح في هذا الإطار مشاكلة مليح ولكن الطاقة اللي عند الجزيرة وعند الشعب الجزيرة يمكن حتى عند شعب واحد أخر أنا نقول لك نقدروا يعني الرطار هذا والله التأخر هذا اللي راح لنا نوسيوه نعم أستاذ كذلك نقطة مهمة وأنت تكلمت لكتلي أنا متفائل وطبعي جميل أنك تكون متفائل ولكن في بعض الأحيان الحقيقة تصدمك يعني تحب تكون متفائل ولكن حقيقة في أرض الميدان تصدم لن تكلم على الاستثمار في إفريقيا وأنت تعلم بأنه في آخر تصنيف حديث لمناخ الاستثمار في القارة الإفريقية والدول أكثر جلبا واستقطابا للاستثمارات في إفريقيا أن الجزائر من بين عشرين بلد إفريقي تأتي في المرتبة الستاشر سيد عبد المالك بن حمادي ستاشر في المرتبة يعني تقريبا المراتب الأخيرة في دول إفريقيا شيء مؤسف يعني هذا الأمر اللي يكون تكلم أنه علينا أن نحسن استثماراتنا في الداخل ومناخنا الاستثمار في الداخل قبل أن نذهب للخارج يعني لما يكون مثل هكذا تقارير وأنت تعرف بأن المؤسسات العالمية والمؤسسات الكبرى تأخذ بعين الاعتبار مثل هكذا تصنيفات دولية حديثة لتكلم على مناخ الاستثمار تكلم على البيوطراطية تكلم على تصنيفات دولية والجزائر في المرتبة الأخيرة في إفريقيا لا ولكن اسمح لي نحن من في أمر كما هذا نبقى متفاعلة لكل أحد يعني المرتبة الأخيرة وما زالك متفاعل لأنه هذه مشاكل لازم نعرفه السبب وش وصلنا لشي هذا ولماذا كنا عرفوا لماذا نتقوا الحل هذه مايش مشاكل هيكلية مايش مشاكل أن الجزائر دولة ملعونة بعيد الشر مايش جزائر دولة اللي مافيهاش العامل والله من بودة هذه قضية تعريقة تعقوانين أنا دايما نقول الروحة لكونفرتيبيلتي ضوطان تعالى العملة تعالى تحويل العملة هنا يجي المستثمر الأجنبي يخدم باش يحول الفايدة تعالى والله جزء من الفايدة تعالى ماشيك الكبيرة دايما مرتبطة بالقانون هذا تعالى 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 أنا نقول للناس يعني حتى مسؤولي الكبار يا ناس إنسان هذا هو ميجيش برسكو يحبنا ولا على جنح عينينا خضر ولا زرب ولا راي يجي باش يخدم كيما نروح باش نخدم وندخل الفايدة كيما هو وشو الدور امتاعنا احنا كمجتمع كمؤسسات نحكموه ما نخليوه شي يبقى تدرهم ودرهم واللي جابهم لازم يزيد يفتغمرهم موش بالقوة لازم نعطيوله الفرص لازم نوسعوا من فرص العمل لازم نحسلوا من مناخ الاستثمار لازم يعني موش احلام موش امال هكذا نبني احلامنا يعني على الرمال ولكن حقيقة في الواقع هي قوانين هي هيكلة هي سياسة قوانيننا وانت تعرف مناخنا الاستثماري غير مشجحة للمستثمر المحلي فما بالك بالمستثمر الاجنبي وإلا اذا اردنا ان يعني نطرد المستثمر المحليين على الأقل عندنا هذا شوية مستثمر المحليين نبعثهم من افريقيا وتبقى الجزائر لا هذا ممكن نحن نتمناو والحلم موش الوهم ما نحلمو نحلمو باش الدولة تعنا نيداء يعني كما انتها وانا نتكلمو نادي وممكن رانا غالطين عند يعني كان المعلومات اللي ما نعرفوها شحنا اللي ما تخليش الوزير الاقتصاد ولا وزير المالية يهز بعض القرارات اللي نتمنيو يهزها قال هاو المشاكل اللي راي موجودة كي ما كنت تكلم رانا متأخرين لنا في ذيل الترتيب حتى في أفريقيا المستثمرين راه هم هاربين منا كذا وكذا وكذا ما هو السبب هاو السبب هاو السبب ونحلوا حوار نتكلموا مع بعضنا باش ننروحوا باش نلقوا الحل وممكن كي اللي يقول ما نحتاجش لأجنبي هذا يجيني خلاص نح يعني نقدرون وحدنا نقدرون نستثمروا واش عنا الله ليش وفنا في الأجنبي يعني مستحيل باش نكون واقتصاد مغلوق مستحيل هذا يعني هذا روبر لازمنا نشوفوا الحلو نشوفوا المشاكل وتكون عنا الشجاعة موش لأن إنسان فلان ولا فلان قال كذا ولا كذا بللي كل ما نجي ونتقدموا يقولوا كانوا باعوا البلاد ولا لا لا هام نحتاجوا للأجنبي والأجنبي يحتاجن نحتاجوا للخبارات نحتاجوا الاستثمارات الأجنبي نحتاجوا للجامعات الأجنبي نحتاجوا للسياحة للسواح الأجنبي تتصور أنت نحوس ونمشيوا السياحة باش تجيب أنت أجنبي أمريكي والله ألماني باش يدير باش يدير فيزا يستنى شهر والله ممكن 15 يوم راي تتحسن على كل حال ولكن غير معقول باش يروح لتونس الشقيقة والله المغرب جارنا يهز الباسبورت أو يلقى في طيارة والساعتين راف الراف كيف ونقول إحنا الأجنبي يروح حتى التقنيين حتى الشركات كانين شركات اللي ممكن يكون عندك عامل معا مهذا واقع تحتاج المهندس عندك آلة متعطلة باش يجيب ساعتين تستنى 15 يوم باش يهز الفيزا تتعو أنا صرات لي الشهر اللي فات باش نجيب واحد مهندسين عندي مشكل كبير في المصنع الثلاجات ما قدر تستني 15 يوم يعني كثر خير رجال اللي تدخلوا وعطاولهم تأتيارات تاحهم بسرعة نعم جميل سيد عبد الملك بن حمدي سنعود إلى مناخ الاستثمار في الجزيرة وسنعود إلى القيفية أو خطة وسياسة مؤسسة كوندور مجمع كوندور للتصدير نحو الخارج كنا تتكلمتلي على نقطة مهمة كذلك فيما يتعلق بهذه العلاق البلوقراطية في الاستثمار في الجزيرة وعبد الملك سنال كانت تكلمها بكل مرارة قال بأن أنا العمل تاعي ولا يوميا أتصل بالولي الفلاني والوزير الفلاني حتى يحل مشاكل المستثمرين في الجزيرة وقال بأن كل واحد يلعب دوره كل واحد من منصب تاعه يلعب دوره في تسهيل الاستثمار وتسهيل مجمع كوندور ورحلته في إفريقيا مشاهدين الكرام بعد الفاصل فاصل ونواصل عودة مجددة مشاهدين الكرام لمواصلة ومتابعة حصة قهوة وجرنان لمن التحق بين اللحظة زلف اللون يا مسعيد نهاره مبروك إن شاء الله نناقش اليوم ماذا يمكن للجزائر أن تصدر لإفريقيا ماذا يمكن للجزائر أن تصدر خارج حدودها وهل الجزائر وفرت المناخ الاستثماري المناسب والمنائم لرجال المال والأعمال داخل الجزائر حتى نتكلم على الاستثمار خارج الحدود سنتكلم اليوم وفي عين لمؤسسة خاضة رحلة وخاضة تجربة فريدة ربما للاستثمار وللتصدير خارج الجزائر مؤسسة كوندور يحضر معي سيد عبد المالك بن حمادي رئيس المدير عام لهذا المجمع مجمع كوندور السيد عبد المالك وجدد بك تحية مرحبا بك شكرا جزيلا شكرا سيد عبد المالك توقفنا قبل الفاصل وقلنا مؤسسة كوندور كتجربة ربما ناجحة وكتجربة لربما تحفظ ماء الوجه فيما يتعلق بالتصدير وفيما يتعلق بالاستثمار داخل الجزائر لحقة مكاسب وحقة خطوات عملاقة داخل الجزائر واخر الجزائر كلمني خلينا نبدأ في البداية على الاستثمار داخل البلد بعدين نروح للخارج الحدود على كل حال كوندور صبحت الآن معروفة في الجزائر في ميدان الالكترونيك الكهرومنزي للواحات الشمسية إلى آخره عندنا نشاطات غير معروفة في ميدان مثلا لشاربونت ميطاليك لبانوسوند ويشعن في ميدان تغذية كذلك عندنا نشاطات كثيرة في البلاستيك نقدر نقول باللي في السنوات الأخيرة هذه العشر سنوات والخمسطاش سنة الأخيرة الاستثمار مشاه بسرعة في الجزائر كان سنة قبل الالفين وبعد الالفين نقدر نصنف للاستثمار سنة تسعيناتها ومعروف الشيء اللي صرع للسنين يعرفها كل جزائر مع اللي يعرفها كل جزائر بعد سنة الالفين كانت بفرة تحت الاستثمار وكل استثمارات كبيرة تم تحقيقها في الجزائر من الشرق للغرب من المسان حتى الطرف هناك مصانع في الطرف في برج بواراريج في مسيلة في بادنا وراهي كان المؤسسات صغيرة والمتوسطة كانت تحسب بالالف كوندور كوندور تقدر تحط واحدة منهم رغم أن هناك مجموعة بن حمدي عنا تاريخ قادم في ميدان تجارة والصناعة ولكن كان تأتي في السلسل الشركات التي الله يبارك وصلت بي مجمع كوندور هل جاوز المرحلة للاستثمار مرحلة البحث ربما عن مكان في الأسواق الداخلية هل يوم مجمع كوندور في راحة من أمره فيما يتعلق بالاستثمار فيما يتعلق بالأموال فيما يتعلق بمكانته في السوق وحاليا يبحث على أمور أخرى ربما لخارج الوطن لا لا في الحقيقة المؤسسة لازم لا تحسش بالراحة إذا كان حست بالراحة راح أدره لازم دايما ما نشتغل دايما كان ين دي دي في دايما كان ين باستثمارات جديدة هذي دايما نفكروا فيها ولكن تصدير شيء آخر تصدير قضية استراتيجية اللي لازم ينفكروا فيها كل الجزائريين حتى المواطن البسيط يفكر ممكن يقدر عنده حاجة يقدر يصدرها حتى يدير موهنت صغير يقدر يخدم ويضع حل الخارج مغني يدير أغنية تصدير نوع من نوع من تصدير اللي يكتب الكتاب اللي يكتب اللي عنده مجلات الاخيرة ونحن في الصناعة نحاول جزء من الإنتاج يروح للخارج شاء الله أنا في بداية ما نقولو شاء الله ننجحنا رأينا في البداية وعلاقية كبيرة مشاكل كبيرة لا تستنى فينا في الدول الإفريقية أو الدول الأوروبية ولكن لازم يفهم الجزائري لازم نفهمه كجزائريين بل الاستثمار في المستقبل كي يجي يندر الاستثمار لأول مرة لازم نفكره في التصدير من البداية نحن في وقت فيت السوق مفتوحة طالب كبير كين نستثمنوا ونستثمنوا الجزائري عمرنا ما فكرنا بش نصدره صحيح رغم أنه والحقه يقال منتجات جزائرية في القمة موجودة نحن نرى أن الجزائري يتقن العمل التام في ميدان الصناعات الغذائية في ميدان الإلكترونيات في الصناعات الميكانيكية الجزائري مؤسسات الجزائرية والحمد لله يشهدون بها يعني سيد عبد الملك عبد الملك بن حمادي عندنا عندنا المنتوج الكافي نتكلم لك أنت تكلمت على النوعية ربما النوعية الجزائرية أعترف بأنه فيه نوعية فيما يتعلق بالمنتوج الجزائري ولكن هل عندنا الكمية الكافية حتى نتكلم على التصدير كنا نتكلم في وقت ما وزير الفلاح تكلمنا على التصدير المنتوجات الفلاحية ولكن في الأخير تبين أنها مجرد يعني تسويق وليس التصدير يعني عندنا زوش كيلو بطاطا فيضين أبعتناهم للخارج وما هيش استراتيجية هل عندنا اليوم الكمية الكافية للتصدير نحو الخارج إذا كان هناك طالب في الخارج وش يمنعنا باش نزيده في الإنتاج حتى وراه يشكف عندنا القدرة الإنتاجية الكافية إذا كان ما عناش على لاش ما نزيدوش في القدرة الإنتاجية هنا الآن هل المنتوجين تعنا رايح يلقى رايح يكون مقبول في الدول هذه هل رايح يكون مقبول عند المستهلك الأجنبي إذا كان رايح مقبول والإنتاج ميكفيش عندنا الوسائل باش نزيده في الطاقة الإنتاجية كاين مثلا في بعض الأشياء وين وصلنا لين راني نخدمه مثلا ب50-60% من طاقة الإنتاجين نهزو مصنع اللوحات الشمسية في تاكوندور راني نخدمه ب20% من الطاقة الإنتاجية نتعلم طبعا بغير موجود في الجزيرة هذا منتوج الذي راني نريد نصدره فيه للسينيغال لأنه عندنا الطاقة الإنتاجية كان إنما لدينا طاقة الإنتاجية لكي نصدره في المكيفات، في التليفزيون، في الكونجيلاتور مثلاً للمطلوبة كثيرة في الدول الإفريقية لدينا طاقة الإنتاجية. وين ما لدينا نستطيع أن نزيد خطوط إنتاج جديدة ونصدره. المواد الكهرومنزلية كمؤسسة كوندور يمكنها تصدر الإفريقيا؟ نعم، ممكن نصدره. طاقة الإنتاجية تسمح لها لكي تصدر الإفريقيا؟ في أغلب المنتجات لدينا طاقة الإنتاجية لكي نصدره للخارج. وأحياناً نحتاجه كما نقوله دي ريغلاج والله دي نيزان نيفو شوية بيش نقدره نزيده في الكمية الإنتاجية. سيد عبد الملك بن حمادي المواطن اليوم يستغرب لما يشاهدنا الآن نتكلمه على التصدير إلى إفريقيا وللتصدير خارج الحدود ونتكلمه على الطاقة الإنتاجية. يقول كيف اليوم الجزائر تتكلم على الاستثمار وفرنا المنتوجات الداخلية. لما تتكلمه مثلاً على التصدير للمنتوجات الفلاحية. مثلما كانت تتكلم وزير الفلاحة ويتكلم من الحكومة بصفة عامة. يقول ماذا يمكن أن نصدر لإفريقيا؟ اليوم الجزائر يعني البطاطا دير عشر آلاف وطماطيش دير عشر آلاف. يعني المنتوجات في الجزائر غير متوفرة بالمستوى الكافي والوافي. حتى نتكلم على التصدير. يعني المواطن يستغرم ماذا يمكن أن نصدر لإفريقيا خارج ربما المؤسسات كوندور أو خارج الأدوات الكهرومنزلية. أو في هذا القطاع اللي ربما الجزائر حقت فيه نوع الماء الطفرة وينسحها التعبير. ولكن خارج المواد الكهرومنزلية لما تكلم الحكومة على سياسة التصدير والاستثمار خارج المحروقات. ماذا يمكن أن نصدر بغض النظر عن قطاع الأدوات الكهرومنزلية؟ لا المواد الفلاحية في الحقيقة عندها خصوصياتها. كما تعرف الأحساب للسانة كلم طرمك كالحساب للنسة غرست ولا ما غرستش. إذا كان عندنا سواق خارجية لهذا كنت قلت لك هذا يعني مهنة تحت سواق. إذا كان رأى عندنا الأسواق الخارجية اللي نقدر نروح لها في حالة وفرت المنتوج نهزوا البطاطا. البطاطا وصلت العشرة دينار جزيري ولا ما وصلت. ولكن في بعض الحياة وصلت حتى 100 دينار. وفعض الأحيان وصلت 100 دينار. أعلاج لأنه اللي وصلت له البطاطا جاي بيع البطاطا. القاهة بالفرنك يقول لك العام الجاي أنا ما نديرش البطاطا. لأنه ما عندوش أسواق خارجية اللي يخرج لها. ولكن كنت عندك سوق كبير. الجزائر زائد كذا وكذا وكذا سوق كبير. اليوم إذا كان الجزائر وصلت لعشرة دينار. غضوة يخرج لتونس يخرج للمغرب يخرج للموريطانيا يخرج لأي دولة فريقية أخرى. والله حتى الدول الأوروبية. البيض مثلا البيض استثمرت الجزائريين كثير في البيض. وأنا أنا ما نش كبير بزير. وأنا نذكر أنه كنا نستوردو البيض. الآن الحمد لله البيض راح متوفر في الجزائر. العام اللي يفات نشوف في الصيف نشوف في أبل دوفر انترنسيونال. دارتو المغرب باش تشري ما نشعرف خمس مليون ولا خمسين مليون بيضة. لأن الإنتاج تحموش كافي. إحنا ما نخدمش في البيض. ولكن كان ممكن المنتجي الجزائريين باش يدخلوا في الأبل دوفر هذا انترنسيونال. كعود عندك سوق كبير تقدر تتصرف. لأنه أحيانا طاقة تخزيل البطاطا ما سغنيناه ما استثمرناش. مثلا ما استثمرناش في اللي شونبر فروات في البيوت اللي هذي. الغرف التبريد. الغرف التبريد باش نستابيليزيو البري. سي نورمال. الفلاح يخاف. يقول كل عام اللي يفات دارت الفرنك لسنة. وزيد كأنه مشاكل أخرى خارج الإنتاج. كأنه سير كويت دي سريبيسيون. ممكن الفلاح يبيع البطاطا بتاعه بـ 1500 تلحق للسوق بـ 10 ألف. هذا هو الأمر سيد عبد المالك بن حمادي. اللي يقول أنه الجزائري يقول بأنه علينا أن نحل مشاكلنا داخليا. حتى نتكلم عن الاستثمار في الخارج. داخليا ما زلنا نتخبطه. ما زلنا نطيحه النضوء قبل ما نتكلمه على الاستثمار في إفريقيا وإستثمار في الدولة أخرى. سيد عبد المالك بن حمادي كنظر في هذه الرحلة نحو أدغال إفريقيا. أو أنت تعرف أن السوق الإفريقي صعب وصعب جدا ومناخ في إفريقيا صعب وصعب جدا. حكيلي على أهم العراقيل وأهم هذه التجربة. كيف كانت هذه الدول التي استثمرت فيها أو التي قدرت تكون دور تصل إليها في إفريقيا. كيف كانت التجربة؟ والله لحد الآن التجربة رهيب نحا. يعني ما لقيماش عراقيل. تبتفائل يعني. أنا متفائل. أنا مانيش نيغاتيبيست. نحن. مانيش سلبي. أنا مهدل. هذه الأشياء كان بعض المشاكل اللي لازم تكون. باري قلومونتاسيون تأدول هذه عندها قوانين جمهوركية وعندها قوانين. لازم نحتارموها ما نقوله ما نسميه هاش عراقيل. نسميوها القوانين. وإحنا اللي نتكيفوا بالقوانين هذي. ماش نقولولهم كيفوا القوانين تاكم فينا احنا. صح. احنا مثلا كين في الجارة تونس كين قوانين فيما خص للاك لازينيرجيتيك. يقول لك مثلا المنتوج ماك أكثر من بي كلاس بي ولا ما يتقولش. وهذا من حقهم باش يديروه. كين عندهم مثلا المنتوج باش يدخل لازم يروح الوزارة للصناعة باش يشوفوه ويدرسوه إذا كان يشكل خطر. شي اللي خصنا في الجساد. هذا هو الشي يصير. باش نحميوا الاقتصادتان نحميوها بلي نور. سيد عبد الملك بن حمادي يقول لي لما تروح تحب تستثمر في إفريقيا. أنت مستثمر أو أنا مستثمر. نحب نروح نصدر منتوجاتي في إفريقيا. ما هي أول خطوة يعني أول خطوة تديرها ممكن تروح يعني تتعامل مع حكومات تتعامل مع مستثمرين في إفريقيا. كيف يعني الأول خطوة المشاهد أو المشاهد الجزائري يحب يعرف كيف الاستثمار في إفريقيا. حتى ربما الشباب يعني يأخذوا تجربة. بارك الله في كل هذا وين وليت اللب الموضوع. كيفاش ما تكونش سلبي. كيفاش نصدر. خلينا ربما بتفاؤل ما قاناش تتعامل. نحن بالنسبة من الجزائر تصدير ما كان حتى مشكلة. إذا كان عندك منتوج ولك تصنع فيه ما كانش أبسط. خليلا ما فيش مشكلة. ما أبسط شي هو تصدير. عندك منتوجتك تدير له شاهات منشاة عند الله دير لشون برد كوميرس. عندك كليون تدير له لصفة كتير برو فورما. كيفية تخلص لاتر دو كريدي والله بيرمون. تعيط للجمارك قال عندي كذا. وباش رح تصدر بالكيميو والله بالكونتونير. يعني فيها حتى الجمارك مؤخرا يعني بارك الله فيهم نشكرهم. أعطاونا حتى المانويل للإكسبورتاتور. راح موجود على مستوى كل مديرية تتعلى الجمارك. بالنسبة للخارج هنا هذا هو لبو الموضوع. لازم نبحثوا على أسواق. ليس الأسواق التي تبحثها لنا. يكون لدينا إطارات التي يجب أن نكونهم. إذا لم يجب أن يجينا مننا حتى يكون جزائرين. يكونوا بالخارج خاصة التكوين. كيف نكونوا سيدة عبداللمانك؟ كونوا في التسويق؟ كيف يحوصوا كيف يدرسوا الأسواق الخارجية؟ كيف يتصلوا معا من يتصلوا؟ يارسكوا يروحوا لشومبرت كوميرس. يروحوا كما المنظمات البطرونة كما التي لدينا تعريج الأعمال. يتصلوا بالسفارات التي يراهم مستعدين ويراهم يعاونوا فينا. الحقيقة يعاونوا فينا لكي نحطوا البيضاعات في الدول هذه. إلى خطوات ولازم تكون مدروسة. إذا كان خرجت وبدأت تخدم وفشلت. هذه هي الكارثة الطعمة الكبيرة. يجب أن نبدأ بهدوء وخطوات ثابتة ومدروسة لكي نروحوا بعيد. أول بلد تم تصديره؟ أو بلد اقتحمته كوندور في مجال الاستثمار أو تصدير؟ أول بلد منذ سنوات ادخلنا لتونس. لأنه كان تبادل تونس يشريه من عندها. وهو التونس يشريه من عندها. بحكم القرب لأمام كيلتور لنفس التقاليد ونفس الأخر. كانت بسهولة. صدرنا. نجحة في تونس؟ نجحة الحمد لله. لدينا سمعة مليحة. لدينا سمعة طيبة في تونس. تونس والشقيقة الأردن. بعدين دول إفريقية. تكلم لك على دول إفريقية. ومن بعد قلت لي أول. نحضروا أول. بدينا تونس. ومن بعد الأردن. ومن بعد دخلنا المالي. موريطانيا. أولا وسينيكار. مالي موريطانيا وسينيكار. أول خطوة قدمتها وخطيتها لما حاولت تستثمر في مالي أو موريطانيا أو سينيكار. موريطانيا أول حاجة قدمتها سيد عبد المالي. موريطانيا درنا عملية تصدير لولا. درنا عملية تصدير لولا. لمن صدرتوا. فتحتوا محلات. لا لا لعنا موزع موزع. موزع. بحثوا على موزع. بحثنا على موزع. في مناسبة من مناسبة. هذا هو دور الإطارات. الطرارات الكفأة. هم اللي يلقوا الموزع هذا. موزع مالي. موزع موريطاني. موريطاني. مهتم بالمنتجات التاعنا. بحكم السفريات التاحهم. بحكم الاتصالات التاحهم. قال كين واحد موزع موريطاني. حد يسورد بضايا تاع كوندور. تصلوا به. بدينا العملية دولا. الحمد لله. نجحت العملية الثانية. الثالثة. احنا قلنا له استراتيجية التاعنا. هو فتح دي شورو. من فضلك. وش يخصك باش تديرنا أن شورو. باش تكون كوندور. أول ما قاعدة عرض خارج الجزيرة. تكون في نواقشوت. فتحنا نشورو. فتحنا نشورو. فتحه هو على كل حال. بسم كوندور. والحمد لله. ورحتنا لنواقشوت. ودشنا. وكان الاستقبال. يعني تاريخونا الموريطانيين. كان استقبال. يعني أعظيم. الحمد لله والله. نشكرهم بالمناسبة. وبعض منهم راهم هنا. يعني من الإخوة المسؤولين في الدولة. اللي راهم هنا في اليوم. بمناسبة المنتدى الإفريقي هذا. هذا يشجعنا. باش نزيد ونفتحه قاعات عرض أخرى. في موريطانيا. مزالون نزوج. والقاعة العرض الجاية راح تكون في تونس. والأخرى في باماكو. في بار. سيد عبد الملك بالحمد. حتى نختم. يعني قيمة تصدير. أو الغلاف. قيمة تصدير مؤسسة كوندور. خارج الجزائر. في الثلث الشهر هذه. رأنا حاولي 2 مليون دولار. 2 مليون دولار فقط. يعني مازالها قليل. مازالها قليل. باركة في القليل. دائما نرجع للتفائل. يقول لك كمشان حال خير. من شواري دبك. ونكررنا ماشيين. نحن رأنا في بيديت المشوار. كين سرعة وكين تسرع. لا تسرعوش. لأنه قانون تاعة الربغة تريمون. تاعة البنك الجزائر. قانون صارم. سيد يوبينا. فيه السجن وفيه الغلق الشركة. إذا كانوا مدخلوش الضرع. نحن نحرصوا كثير. بللي كين صدروا لنزم يدخلو الضرع. نقدرون مدوا السرعة. أنت أنا كريدي نقدر ودوان مدلك عشرة مدوان. حسنوا واحدينكم مضغوطين سيد عبد المال. بالمجال بهذا كان ضغط كبير. لنستعرض. دايما ننلح أو سرق الإخضارات اللي يخلنوا في الميدان هذا فيما يقص الوثائق تاعة تصدير لفاكتور كون اسمون. تشتريف كادوريجين. باش كين نبعثوا الميلف لازم نخلصوا. لازم لابوك تخلصنا. هذه ما فيها حتى زروا طوليرانس كمينا. سيد عبد المالك بن حمادي نحن في نهاية الحصة دائما في آخر الحصة عندنا صور والضيف يعطينا تعليق على الصور. ندعوكم معايا تشاهد هذا الصور في هذا المنتوج الجزائري اللي نحاوله ربما تعطيني تعليق على الصور. على البوضولي. نعم. نقول كيف هاش قودروني وبس هاش قودروني وبس هاش ميقدر شروا له يفوت. المنتوجات الجزائري لبعض المشاهدين يقول لك أي منتوجنا رايحين صدروا لإفريقيا وأي منتوجنا يعني هذه الأمور اللي تخلينا ربما نشعر بنوع من الإنهزامية. إحباط. إحباط نعم. عطيني صورة تانية. وسيد عبد المالك بن حمادي ما زال ما أعلق ليش على الصورة. عطيني صورة تانية المخرج. هذه حفر وهمية صينية اللي تخفيف من السرعة. طروادي في الصين دخل في الطرقات. وهذه من هنا حفر جزائرية حقيقية. ديركت. نحن ما نكذبوش يعني. خليك في الجزائر. هذا التعليق في الفيسبوك. أعطيني أخير تعليق سيد عبد المالك. هوش يا أتو. ما نكذبوش. خليك حقيقية. في هذا الجملين وربعين مئت ألف كيلومتر يا ناس من ألو الشيطان. ما نقدروا شتاخذ مو كل شبر. ورانا الدولة ناشئة. مهم لازم نكونوا نمشي. موش قابل لشي هذا. صح فمهوش مقبول. من يكون خليل لازم نصلحوه. ولكن ما تنساوش بلينا دولة ناشئة. ما للمكانية تعنا محدودة. حتى وكل فترون مية دولار البرمية. صحيح. حين سيد عبد المالك بالحمدي. يعني أن الجلد ورحتينا أكتر من اللازم. يعني أن تقدر ورحتينا أكتر من اللازم. يعني هذا الأمر يخلينا سببنا ربما في إحباط ويرسبنا. هذا هو المشكلة يعني في الحقيقة. نبقى ودايمن كما نقوله الرخص من الواحدة. صحيح. وهذه مليحة جزائرية. جزائر دولة عظيمة. ستنفيه. والشعب الجزائري عنده تاريخ عظيم. لكن ما لازمش مبالغه في هذه الشعب. شعب عظيم والدولة عظيمة. ما لازمش مبالغه. ولكن الحمد لله إذا كان نشوفه. نشوفه الدول الأخرى. ما كانش شعب كما شعب الجزائري. نعم سيد عبد المالك بن حمد ينعطيك كلمة أخيرة. كلمة أخيرة شوفه. نحن اليوم الحمد لله ذو مناسبة يعني شعب الجزائري. نحن لدينا الأطفال اللي يخطط فهم للأسر. كون دور فكرت فيهم. القضاء على هذا الظاهرة يعني. قضاء موش قضاء كتامل. ولكن على الأقل نحاوله ممكن إذا كان تخفيف. وإذا كان كيم طفول اللي بسبب الساعة هذه. يعني يكون سلك من مشكلة ولا مسلك من الاختيطار. هذا يسمح للآباء يتبعوا الأولاد انتاحهم. في الميل بورت عبد الفقط. عنده طروة بيرسون يعني ثلاثة من الناس. فيها يعني زر تاع أس ويس بوطن أس ويس. هذا يقدر يهدر مع الأول الثاني الثالث. وفيها إذا كان نحاو هالو كان يعني للأهل الوالدي الرهمي يصوروا عذرتي. ويسمح لحتى يسمح للولد حتى باش يتكلم مع والدي. يحتاج بركة يمتوس داتا. هذا منتوج جزائري؟ هذا منتوج كوندور كما رأيك تشوف فيه. ويطوروا وطورناها على جلل يعني على جلل. حتى تقدر في البورت عبد الفقط إذا كان عندك تفول. تدير له دير انساكل على المكان اللي يكون فيه. إذا كان خرج من عنده. خرج منه سوني عندك تأشر لك. يعني تأشر لك في البورت عبد الفقط. تديرها هنا تدخل هذا في البورت عبد الفقط. ويكون عندك اتصال. ولكن لازم فقط بيوس داتا يعني نتمنى موبيليس شركة موبيليس نمشي معنا في الميدان. هذا شركة وطنية كما احنا. وانا هذي على الأقل. هل سعر متناول الجميع؟ يكون فيه متناول الجميع. نحاوله باش نخرجها في حوالي عشر آلاف دينار جزائر. عشر آلاف دينار. يعني مليون سنتيم. مليون سنتيم. حوالي عشر آلاف دينار جزائر. أو تي تي سير. إن شاء الله تكونوا ساهمنا على الأقل في تخفيف. والله نظاهر هذه نتعالي اختطاف. أولادنا في لذات البديل. عندكم أمور جديدة ربما تسويق للمواطن الجزائري. عندنا منتوجات جديدة حتى نختم 25 ثانية. لا لعننا منتوجات دينار كين جديد في السخانات. في الهوات في النقالة دينار. نحن نمشي. كما قلت للمؤسسة ما لازم تبقى على يقدر. شكرا جزيلا لك سيد عبد المالك بن حمادي الرئيس المدير العام. لمؤسسة كوندور على هذا التفاؤل. وعلى هذا الابتكار الجديد فيما يتعلق بالتخفيف على الأقل ومحاربة ظاهرة. اختطاف الأطفال من مؤسسة كوندور. نتمنى أن كل مؤسسات الجزائرية تحضو وتخطو خطوة مؤسسة كوندور. لأنها مؤسسة أصبحت مفخرة حقيقة مفخرة للجزائر. على الأقل تحقق رغبات ومتطلبات المجتمع الجزائري. وليس إنتاج ومنتوجات التي شاهدناها في الصورة متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار. ألقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم.